هذا ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في شتى بقاع الأرض وسط مظاهر البهجة والطمأنينة وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من دولة إلى أخرى إلا أنها تتشابه في تفاصيلها التي تحمل البهجة والسرور للجميع الله أكبر الله العاشر من ذي الحجة اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وفيه يبتهج المسلمون من حجاج بيت الله الحرام ومن شتى بقاع الأرض حيث يتجهون لأداء صلاة العيد ومن ثم يتبادل المسلمون التهاني بالعيد ليتوجهوا بعدها لذبح الأضحية التي تعد شعيرة من شعائر الله فقد سمي العيد الأضحى بهذا الاسم نسبة إلى الأضحية التي يضحي بها المسلمون متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى ورغم أن المناسبة واحدة وهي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فإن مظاهر الاحتفال تختلف من بلد لآخر على امتداد العالم مع وجود تشابه في بعض مظاهر الاحتفال فلكل شعب عادات وتقاليد معينة تختلف عن الشعب الآخر وإن كانت مظاهر العيد تتشابه بشكلها العام لدى جميع المسلمين إلا أنها تختلف بتفاصيلها في بعض البلدان مظاهر التعبير عن فرحة العيد تتنوع فهناك خصوصية على اختلاف أنماط الشعوب في الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك الذي يستمر لمدة أربعة أيام حيث يحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم بهذا اليوم مضحين بما أنعم الله عليهم من بهيمة الأنعام متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال ترجمة نانسي قنقر